مازل تفضل مازل جاهز مازل مازل أنت على الهواء نعم الإسار نحن زملائي مشاهدين على عبر الشاشات الوطن موجودين الآن بموقع الفيد مع السيد رئيس مجلس الوزراء تحياتي سيد رئيس مجلس الوزراء أهلين يعطيكوا لأ طلعتم اليوم عن قرب على هذه الأضرار اليوم هنا في مدينة جبل إضافة إلى محافظة اللاذغية تقييمكم الأولي تفضل تقييمنا الأولي أنه في المحن الكبير في أضرار واضحة ومباشرة في ناس كتير خايفة من البقاء في منازلة عبتل جاء لمراكز الإيواء في أبني القرار فيها لازم يكونوا سريع تم توجيه المحافظة للجلس السلام المريء الأبني القطرة تأخذ فيها القرار الفوري أخذ حيطه حزر بقطع الطرقات اللي ممكن لأنه الأبني اللي واضع غير مستقر ممكن في أي لحظة تكون هاي سبب لكارسة جديدة ما نتمنى تكون موجودة نعم الله يعطيه العافية فيه جهود كبيرة والأمكانيات مقبولة يعني ما تشهده مواقع اللي شفناها وبانتشاره حتى في محافظة لطقي في العديد من المناطق بتدل على أنه فيه جهود كبيرة عمار تمزل المصاب كبير علينا كلها يتكاتف وبشكل علمي وبشكل صحيح سيادة رئيس بس الموضوع الليواء أنه اليوم في عدد كبير نزح بصراحة اليوم أنه هذا الموضوع وكنتم في جوليه إلى أحد مراكز الليواء هذا الموضوع هناك جمعيات وعما بتقدم المؤازرة والدعم وبدأت الإعانات تصل إلى سوريا من الدول الصديقة وبطريقة مباشرة نحن نوجه مباشرة إلى مواقع الحاجة إلى حلب واللازقية بشكل مباشر وكل الجهود تنصب لتأمين حاجات أهلنا بأسرع وقم ممكن شكرا سيادة الرئيس شكرا نعم عزائي مشاهدين عبر شاشات العلام الوطني كما استمعتم هذا كانت تصريح السيد رئيس مجلس الوزراء إلى قناة الأخبارية السورية وقناة السورية شاشات العلام الوطني التي تواكب الحدث عبر يومين طوال اليومين الماضين وهم يواكبون ونحن نواكب اليوم نواكب هذا الحدث الكبير يعني حدث استثنائي كما استمعتم السيد رئيس مجلس الوزراء قال أن الحكومة السورية تقدم كل الدعم لكن الحدث كبير والكارث الكبير يعني بالرغم من كل هذا المصاب لكن لا زالوا يقدمون ولا زالوا يطمحون لتقديم المزيد يعني هذا كان واقع زيارة سيد رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة جبلي من المشفى إلى مراكز لواء إلى هنا في منطقة الفيد بمدينة جبلي طبعا سنكمل الجولة إلى مناطق أخرى وسيكون بالختام أكيد سيكون هناك تصريح صحفي عن نتائج هذه الجولة شكرا لك مازن محمد كنت معي مباشرة من جبلي خبر جاء الآن عن رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور معد مدلجي